بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وبعد الحمد لله الذي نحمده حمدا طيبا مباركا والصلاة والسلام على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله أعزائي المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بين الشريعة والقانون بداية وقبل الحلقة أريد أن أكرر التهنئة لشعبنا الأصيل الطيب والأمة العربية والجيش المصري والقائد الأعلى لقوات المسلحة ذكرى أكتوبر العظيم وإن كنا نسينا في الحلقة السابقة وأمثلوا لا تنسى أن نترحم على القائد الفز الذي سبق عصره الرئيس محمد أنور سداد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة استمراراً لحلقتنا بين الشريعة والقانون تنولنا في عدة حلقات الأمر المدني وشفنا مدى الاتفاق بين الشريعة والقانون شفنا الأحوال الشخصية شفنا زواج شفنا الطلاء شفنا الخلع شفنا قائمة المنقلات تكلمنا في المراس واليوم حلقة لابد على حضرتكم جميعاً أن تشاهدوها وتستمعوا إليها لأنها تخص أيضاً كل فرد داخل الأسرة لأنه أمر يتعلق بحرياتك بنفسك بمالك القانون الجنائي بين الشريعة والقانون واللغط الكتير اللي بيحدث عندما نتكلم عن أن القانون يخالف الشريعة في أمور الحدود ويخالفها في أمور الجنائية ويخالفها ووه وكام لكله والأسف اللي بتكلم هذا الكلام ليس بعالم ولا متخصص إنهم هي أبواق تردد عبارات هدفها ضرب الاستقرار هدفها تشكيك الناس فيما يتعاملون به قانون الجنائي أمر إذا ما قلنا ساعتك يهم الدارس يهم حتى الملم أو المحب أو اللي عايز يعرف القانون ونشوف مدى الخلاف إخواننا نشوف إحنا صح ولا غلط عشان يبقى عندك ملكة تستطيع أن ترد بها على أي متقول بيقول غير الحق قصة الحدود قصة لابد أن نتعرض ليه عشان نغلق الباب أماما يحرمون علينا عيشتنا ونشوف إيه القصة ونشوف وضعنا مما يتم لأن فيه جرائم عدة تحط بالفرض حتى دا ماشي بالشارع قد تكون مجنع عليك أو جاني أو ترتكب خطأ ما أو جنات ما أو جنحة ما أو مخلف على الأقل وأنت تسير في الشارع يجب أن تعلم حدودك القانونية وقلنا برضو حدودنا شرعية لأن أنا هسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر وده هدف البرنامج والذي ما زلت وأكد نحن على السعادات التام لتلقي كافة اتصالات حدادكم على الأرقام الموجودة على الشاشة وعلى عنوان مكتبنا الموجود نساهم بقدر يسير في رفع هم عن نفس نساعد على الأقل والله أن ندخل عليها السرور ولو بقدر هين يعني ما بين الحلال والحرام أحيانا من يحرم على العامل في الحقل القانوني رزقه يقول لك ده أمر ما يتفقش مع الشريعة والقانون كده غير شرعي وأمور كثيرة يعني قبل أن نتعرض لهذا الأمر هننحو منح شرعي كده إن الشرع الحنيف لما وضع الحدود يا أخوانا لم يضعها كهدف أو غاية في حد ذاته بل وضعها وسيلة وسيلة للترهيب والتخويف عشان ما ترتكبش مثل هذا الفعل لأن حضرات الأفاضل اللي بينتقدوا مثلا بشاعة حد رجم الزاني لك إزاي نفس البشرية تتأزى والإنسانية إن نفسي تقف في حفرة وتلقى بحجارة دي وحشية ويقولوا الكلام ده وعلى الجانب الآخر هم هم نفس الأفراد اللي بينتقد إثبات الحد نرد على الناس دي نقول لهم إن الشريعة لما ورعت الحدود لم تكن غاية في حد ذاتها ولا هدف إنما يوسيلة منع ورضع وتخويف حتى لا نقدم على مثل تلك الأفعال وأستطيع أن أجمل أن الله سبحانه وتعالى عندما وضع الحد وضع ما يحد تطبيق الحد أو إذا صح القول وضع ما يحد إثبات هذا الحد يعني جريمة الزنا والعزو بالله أعزان الله وإياكم جميعاً لو فاجأ رجل زوجته يتزني جريمة قائمة عايز يثبت الأمر ده معانا اتصال لأستاذ إسلام من القاهرة اتفاضل لأستاذ إسلام قالوا أستاذ إسلام منتظرك أستاذ إسلام معلش خط أطع وضعي إخواننا حد لهذا الجرم هو رجم المحصن ليه؟ لأنه فعل شنيع جداً يعني تختلط به الأنساب وخيانة ما بعدها خيانة فلكي يرهب من هذا الفعل وعدم الاقتراب إليه يقول لك إذا ثبتت على الفاعل سوف يرجم عشان ما يعملش عشان ما تختلط الأنساب ونكون في مجتمع غابة يعني قال لك إذا فاجأ الرجل زوجته يتزني شوف بقى الحد الذي وضعه الله سبحانه وتعالى ليحض من تطبيق هذا الحد وعلى فكرة حد الزنة ده ما طبقش على مدار الدين من ألف رموز سنة بإثبات دهما مرتين تقريباً أو ثلاثة بالإقرار والاعتراف عشان نصل إن ده مش موضوع غاية ولا تحرم علي عشتي بهذا الأمر يبقى فاجأ زوجته تزني يعمل إيه؟ يجيب أربع شهود والأربع شهود دول يكون شهود عدول يروا الفعل كما يدخل الخيط في المخيط وعدول أقل درجات أقل اتصال يا أخواننا من الأستاذ محمد اتفضل ازاي يا فاندر أنا مسأل اتفضل يا حبيب اتفضل معلش بتحمط عليك الحلقة دلوقتي بس فيه شوية حاجات مهمة كده كنت عايز أتكلم مع محليك فيها اتفضل الفساد الأخلاقي هو اللي بيأدي لوجود الفضاء في الجريمة نعم الفساد الأخلاقي هو اللي بيأدي بعايز حضرتك تستوفي لنا فصة الفساد الأخلاقي ده إزاي نقدر نقومه في المتامع حاضر يا أسو محمد حاضر ده كلام جميل والله ويحترم لأن يا أخوان أشكرك أسو محمد لأن يعني كل جريمة يا أخواننا لا تقوم إلا بناءنا على خلل والأسف بيبقى الخلل الأسري هي بتبقى النواء الأولى لنشئة الجريمة لما ضعب بنا أخلاق كثيرة جدا انتشرت الجرائم بشكل لم تكن موجودة في السابق يعني أقلها مثلا المخالفات اللي ترتكف في الشوارع من رمي قمامة كسر إشارة مرور الحاجات البسيطة اللي ترقى 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 لتصل لجنح وتصل لجناية لأن احنا فقدنا الأخلاق وفقدنا القيم اللي احنا تربنا عليها المجتمع كان غير كده خالص يا أخواننا قاهرة 30 40 50 60 70 كنا من أعظم والله وما زلنا بس أنا نكاقطة الزهب ولا يقيني يعني اللي طوست شوية لكنها ترجع لأصلها لأن أصلها طيب وده الأصل في الشعب ده يعني زيبا سبحانه محمد قال فقدنا أخلاق فقدنا قيم فعلا نشأت الجريمة وجرائم والعياذ بالله لم نكن نسمع عنها أبدا تبلغ من حد البشاعة والجرم معانا أستاذ أحمد من قرارات الصال اتفاضر أستاذ أحمد أهي أفهمدي اتفاضر حبيبي أنا والله ده أسألك بس عندي مشكلة كان واحد فتح مصنع ملابس نعم طبعا ودد له ناس أنا يعتبر كان عايزين يحط فلوسهم وشاركوه في المصلحة دي فالمهم الراجل ده قاعد سبعتوش أو سبعتوش ردون فلوس لغاية لما فلس وقع خالص فالناس ذات الراجل طبعا خاف منه متفش فالناس ذات تساني في الفلوس هل لهم ليهم حق عندي شوف يا سيدي نجاوبك أستاذ أحمد تشاكل أتصالك يعني الأستاذ أحمد كان في حد فتح مصنع وحد أودع عنده فلوس وعشان ياخد الربح الكلام اللي احنا بنسمعه ده يعني برضو خلي بالك قصة توظيف الأموال ونسمع عن الحوت الجديد واللي مش عارف اللي خرج واللي نهب الناس وكل فلوسهم ملايين ملايين والله لو مشروع قائم وفي مشاركة يعني مشاركة قائمة بما يرضي الله عن الربح والخسارة ودخل الراجل كسبت في مرحلة قسرت في مرحلة ده أمر شرعي وقانوني ويعزز القانون معانا اتصال الشيخ محمد الفيض تفضل فضلت الشيخ أهلا بيك أهلا بيك مولانا تفضل شوحمد الله يسعدك تفضل مولانا عادينا بس معانا مفجار حيازة السلاح الايه؟ حيازة السلاح حيازة السلاح نعم حاضر مزينة هي جنحة وبنائية والشرع يعني الشرع نهى عن الامر ده نعم عايزين بيبتكنا من حظبك لان الامر ده خاطر بالنسبة للشباب حاضر يا شاو محمد عنيا عنيا للأسف أشكرك يا شاو محمد على اتصالك للأسف من 2011 الميمونة 2011 ووصلنا إلى ما وصلنا إليه كنا بنشوف الفرد ومش عارفوا الإيه والسلاح الأبيض والسلاح لسود والسلاح المنيل موجود في الشوارع لأن ضعت فينا سنة والعياز وبالله أسقطت فينا أمور كثيرة جدا كل مجتمعات فيها السيء لكن ظهرت في تلك السنة بأبشع ما يكون السلاح فندم جريمة مجرد حياسته جريمة يعاقب عليها القانون تم نيحة الشرع الشرع قال الكلام لكله الشرع نهى عن التخويف والترويع النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار لأخيه بحديدة معانا اتصال بزاحمد الجن تفضل زاحمد قال لنا زاحمد تفضل تفضل يا حبيبي أنا وسلم تفضل يا حبيبي أنا وسلم تفضل يا ابن تفضل أنا وسلم والله يا ابن تفضل لأجبت عندنا سؤال كده حاجة ما بين الناس يعني لو سمحت عايزين نستمر فيه وقت الوقت يعني مع سياستك لو سمحت ممكن تسمع عنها اتفضل اتفضل يا حبي تفضل اه طبعا احنا كمحامين اه يعني بنتعرض داوما للسؤال الدرج من الناس وهو انت بتدفع عن الناس عن تضار مخدرات وعن جناة وعن كذا وعن كذا وعن كذا والسؤال دي خبعا بيتعرض لكل محامي انتوا ازاي بتدفعوا عن الناس دي انتوا ازاي بتتكلموا ده مصدر تقو حرام المحامات حرام الكلام اللي لا يفضي إلا جدل فاضل للناس وحرم عليك العيشة تفضل نعم فاحنا ديولا عايزين بالنفع رأي حضرتك يعني ما هو مدى مشروعية منة المحامات حاضر حاضر عناية زرم يعني ده صغب البول عام الأمر الثاني يعني عادل سؤال بحضرتك حضرتك اه السؤال بيقول ما هو الفرق بين الاختلاص والاستلاء في الأموال العامة الف pixels ونحن ضمن اننا بنسمع الاختلاص والاستلاء في الأموال العامة الفرق بالاختلاص والاستلاء ده سؤال جميل ودقيق عناية زرم الحاضر أنا دائما بنسل بعض الخضايا دفنان الثلاث دفنان الثولة فإحنا عددنا أهرب من الاستلاع ومن الاختلاس للأموال العامة عيني يا الزي أحمد حاضر حاضر أنا أشكرها كتصالك وعلى أنت يعني لمست أمور فعلا كلنا في حاجة نعرفها نكمل السؤال اللي فات الحيازة استلاع خلاص وانتشرت في زمن أكبر 2011 معاقب عليه قانونا الشرع فعلا حرم القصة دي كلها ومن ورائه القانون ووضع بقى عقوبات لمن يحوز لمن يخوف لمن يروع لمن يعني يرتكب جرائم بلطجة إنه بقى لك من أشاره لأخيه بحديدة أو خشبة ولو على سبيل المزاح وبيهذر معه بس تلعنه الملائكة حتى أن يرع خشبته أو حديدته شوف يلعن لغاية لما يحط الخشبة أو الحديدة القانون بقى خلاص يعني القانون فعلا في إطار شرعي لما يجرم هذا الفعل وهذا الترويع ويجرم حياسة السلاح لعننا في الفلاحين اللي هم من أعظم الناس وكلنا منهم يقول لك يعني ما تهذرش أو تهذر بخشبة فالسلاح يطول يعني عافي السلاح يطول يعني الشيطان ينزغ في يدك فتخبطه من تشواق بالك الفضاء أحمد سألت سؤالين اللي اتنين أهمين بعض والله وإن كنا أنا كده خرجت عن إيه كان نفس أشرح لحضرك وقانون لكن ماشي الأمور ماشي يعني مشروعية مينة المحاماة وإن إحنا طائفة المحامين بتتعرض لسؤال إزاي أنت بتدافع عن المجرمين وإزاي بقى تجر مخدرات أو قاتل أو 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 وتدافع عنه بل ويأخذ براءة ده أنت كده يا أخي بقى أكلك هرام وعيشتك هرام وحرم عليك العيش السؤال ده أخوانا ويريت والله أكبر طائفة من زملائي وأبناء المحامين اسمعوا الكلام ده طيب كان مصنع ملابس للزعمد لما اتكلم عن فتح المصنع والمشاركة قلنا خلاص يا أخوانا هو شارك على الحلال بين المكسب والخسارة ماشي لكن قالك هات بقى فلوسك أشغلها لك ومالكش دعوة ولك فلوس قد كده آخر الشهر اللي بيحصل لا بيلم 2-3-4 مليون وعلى قدر الفترة الزمنية عفوا اللي بيلم فيها بيديك من فلوسك ويديك أرباح غير معقولة يعني ومبتحصلش فانت يجيب تشعر بهذا الأمر فالنهاردة خلاص بندخل في جريمة توظيف أموال بيطلع حود جديد لو هي مشاركة عادية خلاص لو في عقد شراكة حتى بنسميها شركة المحصة شركة مش مكتوبة لكن موجودة فالأمر يتنازع أمرين لو توظيف أموال وبيلم ببس وفيش تجارة ولاف وكام بكله طبعا ده لا جرائمها ومعاقب على قانونا فيما يسمى جرائم توظيف الأموال أما لو كانت مشاركة بما يرضي له راجل خسر أو تعصر أو تجر حاسنية لا ده موضوع آخر يعني برضو ينظم القانون والشرع نرجع لي قصة إزاي تكون بتدافع عن مجرم أو تدافع عن تجر مخدرات وفلوسك اللي بتقولها ده عيشة حرام عايز أقولي أخوانا أن ما فيش مهنة في الدنيا ما فيش مهنة في الدنيا إلا وفيها الرث والسمين مهنة المحمى والله يموتعصب أو العمل بالقانون من أعظم وأجل المهن إذا ما بشرت واستخدمت استخدام صحيح في الطب من أعظم المهن بس قد يساء للمهنة من بعض الأطباء وطبنا كلهم على الرأس والعين لكن ده بقى عيش في مهنة الطب واللي عيش في من أساء ده الطبيب كان يسموه زمن الحكيم طيب تجر مخدرات وبدافع عنه ويطلع براء وقبل الآضي وقضاءنا في مصر والنيابة العامة والله قضاء شامخ وراسخ وكل يوم بيديننا قواعد جديدة نتعلم منها لأنهم والله بيقضوا برضو بنورانية فإزاي الكلام ده طيب مش هكون متجاوز في القولة وقلت لك نمينة المحمد يا أخواننا والله بتجد لها سنة شرعي الرسول قال في حديث له إنما في معنى الحديث يعني إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي وربما كان أحدكم ألحن علي بحجتي من الآخر فأقضي له بغير حقه أحكم له بغير حقه فالنبي عشان يبرق نفسه فمن قضيت له بغير حقه كان من اختطعت له قطعته من النار ده مين يقول الكلام ده ده الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الذي ينطق على الهوى افترض في نفسه وبشريته إنه يدخل واحد يلحن عليه القول فيقضي له بغير حقه ده الرسول افترض في نفسه كده وهو بيحكم ما بالك ونحن بشر عاديين برضو النفس يعني برضو أمر بالسوق وقد تكون ضعيفة فجعلت مهنة المحامات لصاحب الحق اللي ما عرفش ينظم نفسه ما عرفش يقول دفوعه ولا دفاعه ولا يزبط مسرداته بأصعب حقه وبتلخبط التاني بيخش يطبق المثل الشعبي الصدق المنعكش ولا الكاذب المساوي ولا الصدق المنعكش خش يزبط نفسه فالمحامي بيرتب لصاحب الحق هذا الكلام في إطار الحق وإطار القانون وإطار ما يرضو الله لكن إذا ما أسأل بعض المهنة فالعب والله ما في المهنة لأن إحنا مهنة حريات تدافع عن حريات طيب إزاي بقى تجري مخدرات ويطلع براء وأنا عارف إزاي بقى قاتل ويقل حكم مثلا مشكلة متوقعة طيب المثال هنا إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة إيه علقت الكلام دا بالجنائي قانون الجنائي المشارع المصري اللي هو مننا وضع حريات معانا الحاجة محمد اتصال تفضل ايوة سيد المستشار اتفضل معاك اتفضل اتفضل حاجة محمد بس ايوة سيد المستشار وط تلفزيون حاجة محمد بس وط تلفزيون يا محمد اطفل صوت تلفزيون عشان اسمعك لك ايه ايه ابن عمل ايه حاجة محمد تواصل معا الرقم موجودة على الشاشة كلمني احبي لو فيه اي حاجة هنرجع لكلام الاستاذ احمد الجندي خلاص فالقانون اقره واعترفه لكن الناس كلها مش مجرمين الناس كلها مش تجار مخدرات الناس مش كلها قتلة بيوتنا لها حرمة الشخص لحرمة اما تجي تفتشه تستوقفه تجي تجي فيه اجراءات كده فيه امور زي الوضوء كده تسبق الاجراء نفسه تسبق الفعل نفسه يعني زبطنا الستة الفلانية في مطار القهرة نزل معاها كيلو مخدرات طلعت براءة الله براءة ليه؟ فيه اخونا حاجة اسمها براءة اجرائية وبراءة موضوعية يعني ايه براءة اجرائية؟ الاجراءات الوضوء اللي قبل القبض كان باطل فيبطل ما براءه والمثال يتقول اذا بطل وضوء بطل وصلاة يعني انت توضيت ما توضيتش وصلت خمسين ركعة مثلا ما عملش حاجة لعبة رياضة طيب الستة اللي في مطار القهرة وزعمة عشان يطمئن الكلام ده كله يبقى انت أوزعمة بتدافع عن حريات بتدافع عن اجراءات لابد المجتمع يعززها وترسخ وبخاصة في جانب بعض السلطة التنفيذية عشان يشتغل صح الستة القانون اقر كده لا تفتش الا بانسة مثلها الانسة لا تفتش الا بانسة مثلها لو كاي جاء معاها طن مخدرات وفتشها راجل فتفتش باطل وما وراءه باطل لانه اخوانا بيحمي الست وانا لدوري كمحامي بدافع عن الحريات بدافع عن تلك الحرية اللي بقولها قدام القاضي والقاضي عارف وممكن يكون صاحبة الحالة الجنائية بتاعتها مليانة ان تجد مخدرات لك بتكلم على واقع بيقول ني مبدأ لا لا ده لازم يفتشها انسة لانه افترض ضعف النفس عند البعض لا ست حلوة لا مش عارف ايه تعال نفتش بقينا في غابة وبقينا في هاتك عرد مش عايزة اوضح اكتر من كده امكان كلام مفهوم البيوت لا حرمة اه ده تجر مخدرات اسمه ايه فعايزين ندخل نقتحمه فالبيوت عند المشرع المصري المشرع مش كلهم تجار مخدرات مش كل السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام اطلال اتفضل اتفضل زي وقتنا كان فيه صديق لي لسه متجوز بل عشر تيان تمام وامراته زيعت منه ومشيت نعم اه هي مش عايزة ترجع ثاني عادة تطلق طيب هو مش عايزة لها تتنازل عن كل حجوجك وطلق طيب اه هي تتنازل اذا فيه حاجة حرام يعني ولا ايه ألا من مصلح حاجة حسن لا محدش عارف يصلح بيه ولا ناس طيبين كده يروحوا يحاولوا مع الناس دي ويعقلوها وعشر طيام طيب بعد الهوى حاجة حسن برضه وهجوبك في هذا الامر وفي عجالة ده كان موضوع حلقة سألو كنت تشوفتين حلقات وكان الإجابة موجودة بس برضه هجوبك في عجالة يبقى اذا الانسة لا تفتش الا انسة مثلها البيوت لها حرمة ما يجيبش على السلطات انها تقتحمها بهذا الشكل الناس اعلم حريتها بيتها قاعدين لبسين نايمين بناتنا نايمة المتعرية المكشوفة مش فجأة يلقوا ناس اقتحموا المكان ويفتشوا ويخطوا ايدهم هنا لا 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 معانا استاذ رضا اتصال من الشرقية استاذ رضا تفضل استاذة هيبة تفضل من الشرقية السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا استاذة انا حضرتك مطلقة ومعايا طفل نعم واطلقت عفقاعدة عرفية يعني قاعدة كده وتنزلت عن كل مستحقاتي والتلاتة على الابراء نعم في مقابل ان الطفل يتعمل له مبلغ كل شهر فالناس حكمت بألف وكمتمائة جنيه كل شهر خارج العلاج واللبس طيب وتعمل ورق بكده يعني ورق آآ محامي كتبه والنشاة بتعليه الناس اللي كن عندهم في بيتهم تمام دلوقتي هو مش ملتزم مم ولا بيشوف الولد حتى من ضمن العقود اللي اتكتبت اتكتب عقد رؤية ان الولد كل اسبوع يشوف بابا من الساعة واحدة الضهر بالساعة سبعة بابا ما بيشوفوش خالق طيب يعني بابا رافض يشوفو دلوقتي انا لو عايز ارفع اتفضال اتفضال ايه ان يكون فيه تحريات تحريات جدية تحريات تكون ايمة على واقع تعرض على السيد وكيل نيابة اللي هو وكيل النائب العام لان النائب العام ده اخوانا هو محامي المجتمع ونائبات العامة بفضل الله ما زالت بخير وعلى رأسها قضاءنا بيعرض على السيد وكيل نيابة اللي هو الراجل مجرد تماما بيشوف التحريات دي بيعارف انه هيدخل قوات بيوت ناس وتقطعم البيوت يقول له انت رايح عايز ايه عايز تخش بيوت الناس دي لايه عايز تنتيك حرمتها لي يقول له اقص الناس دي كوار مخدرات طب ايه ادلتك بيعرض عليه في عجالة عندي كذا وعند كذا وعند كذا اذا اقتنع بها السيد وكيل نيابة بيطلع اذن اسم اذن متفتيش ومش معانا عام سيد تفضل ايوه حبيبي اتفضل انا وسهلا السلام عليكم او عليكم السلام اتفضل السيد والله انا عندي انا عملت تصالح تصالح والشرطة تمسيك لي برضو ليه كنت بني حتة سبعين متر جيه ومش عارف اعمل ايه عشان الشرطة ما تمسكنيش حاضر حاضر اجاوبك يا سيد الحاضر حاضر بسيطة حبيبي بسيطة الحالة بيت اسئلها طيب فاقول له ما تدخلش متشاكل عام سيد ما تدخلش بيوت الا يبكون بتحريات مزبوطة تحريات جدية بيحدد له نطاق اذن التفتيش انت داخل عشان تدور على مخدرات ما تدورش على مخدرات بس اللهم بقى لو ظهر الحاجة اسمها الجريمة العرضية يقول له خلاص ده اذن التفتيش بتاعك بتتفتش عليه طيب وداخل يفتش على مخدرات طراب حشيش مش عارف ايه كلامنا كله ما يخليش رب البيت واقف او رب الاسرة ويمدي ايده في جيبه الصغير ويش عارف ايه عشان لا 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 ده بيسميه ايه اساءة استخدام حق تفتيش ده انت كده اساءت ده خلي فتش معاني اساءة سامر اتصال تفضل ايه 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 ده استعمال ايه اساءة ناظر اتفضل حبيب اتفضل اتنازر اتزمار يا فندم اهلا وسهلا امورني فضل الله يا سيادك انا انا قلت مهمن على نفسي من اه ابقى اذا عامل زراعي بقى اتناشر سانة اه وجيت حضرتك اشتغلت في شركة عدت فيها خمسة وعشرين سانة وجيت عالمها اشاطلا مرضوش دفولي لل 12 سنة دول قالوا لا مفيش حاجة يدخلونه 12 لغى المعاجدة ولو ان في ناس بتهفض معاش على التابعة الفلاحين لحد الوقت طيب عناي عمي ناظر حاضر اجاوبك حاضر حاضر فخلاص يا اخوانا متشاكري عمي ناظر اجاوبك عناي فخلاص داخل تفاتش مازع على اسلحة وزخائر يبقى بتاتش على اسلحة وزخائر هنا بقى بيبقى ضر المحامي بيدافع عن الاجراء بيدافع عن ما وضعه القانون من ضمانات لحماية المجتمع مش لحماية المتهم القاضي والمحامي والناس عارفين تاجر مخدرات ما فيش خلافة على هذا كلام يا اخوانا لكن الاجراء كان باطل لو بيحمل مجتمع لان لو الامر تسبع على واهنه كده باجراءات باطلة اعتقد ده هيبقى غابة ومش هنبقى في اطار تطبيق قانون فهنا يا سيد احمد اللي كنت بسأل على السؤال لا ده اكلك حلال وعيشتك حلال ولا انك بتدفع عن اجراء اللي بيحمي المجتمع بيحمي امي واختي واخوية وبيحمي الناس البسطاء بيحمون من بعض ضعاف النفوس والاجهزة على فكرة بتطاهر نفسها من حين الاخر يعني تلت تربع القضياء البراءة في مخدرات او في ما شابه ذلك بتبقى بناء على خطأ بيبقى خلاص المفاتش المباحث مسك ما السماء يعني بعضهم يعني ما شافت شغله فاللي بيحنا بيقولك الصغرات هي مش صغرات ولا حاجة ده هو ما شافش هو خلاص اما شف النطاء الازن قال له روح الساعة واحدة روح الساعة اثنين روح هو الساعة خمسة يبقى خالف نعم اتفضل مع المستشار اهلا وساعتها اتفضل مع حضرتك علياء فارس اهلا وساعتها انتفضل حبيبي LA حبيب تفضل بيدي مع المستشار اهلا بيك بعد اتما حضرتك عارضون نعرف مسا ينطبق على القتل الخطأ ومسا ينطبق عليه حلق الاسرار وترسط قتل خطأ وقتل اسرار وترسط وقتل اسرار وترسط حاضر او زاعتهمnap يعني انا مساعد لو واحد معاي بينه وبينه خلاف وهو في البيت ونده ديله واتخلينا مع بعضه مات طيب يبقى قتل خطأ ولا إسرر وترصد عناية حاضر حاضر يا جوابك عناية حاضر متشاكلة إزعالي أهلا بك يبقى ده يا أخواننا مشروعية مينة المحامة إننا بدافع عن إجراء اللي هو بيحمل المجتمع اللي بنسمىها الحريات عشان تقر ببقى عارف إنه متهم قال لكن بدافع الإجراء لإن إحنا نقابة الدفاع عن الحريات يستفاد بيه متهم خلاص فيه قاعدة بقى شرعية بترجع للشرع قاعدة أصولية خيروا لك أن تبرق ألف متهم تبرق ألف متهم ثابت عليهم وقعة من أنت ودين بريء واحد زي ما قلتك قبل كده في المجال الجنائي وبرضه والله يبينش في المجال الجنائي ليس كل عدل حق إنما كل حق عدل يبقى النهاردة برق ألف واحد أفضل من أنت ودين واحد ده موضوع متهل لكن النهاردة بدافع عن الحرية ماشي تستعمل برده عشان نرحل نجاوب على بقية الأسئلة سأل سؤال دقيق جدا للمتخصصين في جرائم المال العام قانون العقوبات نعم أستاذ نجاح تفضل أهي يا باش أبنارني أستاذ نحمل معي معاك اتفضل اتفضل نجاح بقول لحضرتك أنا كنت شغال في الشرطة وخدت قرار فتر نقافله خمس طوال نقافه مستواشر طيب وقعت أربع سين ومص بره طيب واشتاكدتوا نقل في الدولة ورجعت الشغل طيب تمام ورجعت طلعولي معاش بعد تسعة شهور شغل طيب طلعولي في واحد سبعة معاش طيب تسعة شهور وطلعوك معاش ايه بقى المشكلة؟ خروجك الماشي طيب عناية حاضر ده مرتبط وسؤال التأمنات عناية حاضر أستاذنا جاية عناية حاضر الاختلاص والاستلاء في مجال قانون العقوبات طبعا عندنا المجال الجنائي في مصر حاجتين تقال كده حاجة اسمها قانون العقوبات وحاجة اسمها قانون الإجراءات يعني العربية والحاجة اللي بتدورها العقوبات ده بيقول المواد ده ويقول الجرائم والكلام دي كله بنشغلها ازاي بقانون اسمها قانون الإجراءات زي المدني قانون مدني ده العربية اللي بيشغلوا بدوره حاجة اسمها قانون مرافعات أو قانون قضاء المدني وده اسمه الصحيح لكن كلمة مرافعات ده مسمى دارج الاختلاص والاستلاء في الباب التاني من الكتاب الاول او كتاب التاني من قانون العقوبات باب التاني من الكتاب التاني من قانون العقوبات يعني قانون العقوبات حط اربع كتب كده حاجة اسمها قواعد عامة حط حاجة اسمها الكتاب الاول الجرائم المضرة بامن الحكومة من الداخل والخارج حط بعد كده الجرائم المضرة بالناس اللي هم العاديين والكتاب الأخير اتكلم فيه على المخالفات وما شابه ذلك فيه مواد كتيرة وابنود كتيرة جدا جدا من ضمن جرائم المال العام جريمة يقولنا اسمها الاختلاس والاستلاء ايه صحيح ايه الاختلاس والاستلاء كلمة بمناسبة أو بسبب هي اللي بتفربة بالتنين ما بين اختلاس والاستلاء المثال أمين العهد أو المخزن أمين العهد أو المخزن اللي هو قاعد في الخزنة الرجل ده قاعد في الخزنة بمناسبة ايه بسبب ايه بسبب وظيفته يبقى ده بسبب الوظيفة بسبب الوظيفة فهو قاعد في الخزنة بيعد فلوس وده شؤون مالية جاء قاعد معاه واحد من الشؤون التجارية أو أي شؤون بس مش مالي قاعد معاه في الخزنة هو هنا مش قاعد بسبب الوظيفة ده قاعد بمناسبة الوظيفة انه هو موظف في الكيان ده يعني شركة من الشركات جاء من الجهات تمام كده امين الخزنة قاعد في خزنته قدام الفلوس فهو اعكد بسبب بوظيفته انه هو امين الخزنة فلو امين الخزنة معانا تصالب الزعمة تفضل عليكم السلام اهلا اهلا تفضل مع حضرتك احمد جمع حبيبي اهلا وسهلا تفضل حبيبي اهلا تفضل سؤال الزغار بعدتنا حضرتك تفضل ما هو حكم تعدد الجناس والجرائم حكم تعدد الجناس والجرائم حاضر في الجرائم يعني اوز احمد حاضر اجاوبك حاضر اه فخلاص كده يبقى الاختلاص والاستلاء يبقى امين المخزن ده ومثال يوضح اللي هو امين المخزن او الصراف ده راجل اعت في الخزنة بسبب وظيفته فلو خد فلوس كده اختلس كده ايه اختلس صاحبه بقى زميله اللي جاي من الادارة التانية اللي هو امنه اعاده معاه في الخزنة اللي هو موظف معاه في الشركة فبنتكلمه بنقوله اعت في الخزنة دي بمناسبة وظيفته او اعت في المخزن ده بمناسبة الوظيفة لكن التاني اعت بسبب انه امين العهده او امين المخزن يبقى امين للعهده او المخزن لو خد يبقى ده اختلس بنسمى اختلاص التاني لو خد اللي هو اعت صديقه في الشركة او المكان ده بنسميه استلاء يبقى كلمة بسبب او بمناسبة دي اللي المتقصصين بس أرجو أنه كل وضعتها يعني والمثال واضح السؤال الثاني كان جنم الحج حسن إنه قالك متزوج والست عازل تطلق وجوزها وما نفعتش الأعداد معهم والكلام وكله تبا ست اللي هو حاول يعني في عشر طيام يعني أنت كنت أعتقد مقطوبة قبله بسنة جيت في عشر طيام اكتشفتيه إيه خراب البيوت ده إيه اللي بيحصل عشر طيام وأسرة تم حل لكن لو هي خلاص الأمر وهي الهنم عايزة تطلق بالشكل ده فقدامك الخلع يعني يا حسن ما تطلقهاش طيب ما أنت عايز ويا مش عايزة أو مش حسن يعني اللي كان بيتكلم عنه أستاذ حسن خلاص معانه أستاذ عبدالخالق اتصال فضل أستاذ عبدالخالق عليكم السلام معاك أستاذ عبدالخالق فضل عندنا يا فوق عبدالخالق السلام عليكم السلام عليكم إيه سعب خالق الصوت ضعيف جدا جدا طيب على الخاصة سعب خالق التواصل معايا وأنا تحت أمرك يا حبيبي لأن الصوت مش سامح حاجة يبقى عايزة تطلق خلاص سيبها يا سيدي وخلاها تروح ترفع الخلع عشان يعني هي اللي تبقى رابعة خلع زي ما قلت عبدالك في الحلقات الماضية بتسيب كل حقوقها بال بترد اللي خدته لو طلق عادي وهي بتسعى لكده ده يبقى موت وخرب ديارة على الراجل اللي عايزة تطلق عشان تاخد حقوقها وفي عشر طيام جوازها في عشر جوازها دليفري حاجة والله يا اخوان يندلها الجبين عشر طيام وعايزة تطلق الاختي هبة من الشرقية اه يا هبة مهمة قوي بتقول قاعدت في قاعدة عرفية عشان تطلق من جوزة واتطلقت على الابراء وده اللي بيحصل يعني يا اخواننا ابراء زي الخلع كده يعني سابت كل حقوقها هي لكن فيما يخص حقوق الطفل او حضانتها ما تستطيعش ان هي تتنازع عنها يعني اللي بتمضي على اقرار ان انا هسيب الحضانة الجوزي او كم لكله وقت عهد ده اقرار باطل وما ينفعش وتستطيعنا تسرد حضان الطفلاتان طب تعمل ايه في الورقة الراجل جاء بقى طلع مش كويس ومش عايز ينفق يا هبة الورقة دي تقديها وتروحي مكتب التسوية في الاسرة هيحصل ايه النهاردة هتقدر تخش توسق تلك الورقة دي تتوسق ويبعتوله وبيطلع عليها حاجة اسمها صيغة انفيزية ده لو جاء حضر واخر امام مكتب الاسرة وكان يجب انت في الاصل تعملها وده مكتب الاسرة يعني يا اخواننا اللي عايز يطلق بنته او اي امر وعايز يضمن حقوقها فقاعدة عرفية افرض عليه ان يروح حاجة اسمها مكتب التسويات يبقى التسويدي بتتم في مكتب الاسرة عشان يطلع حاجة اسمها الصيغة التنفيذية عشان ما تقعدش عشرات الشهور في المحاكم نعم ده ايه ده بالنسبة للكامة لكن طالما ما وسقتهاش في محاكمة الاسرة خلاص هترفعي دعوة عليه اسمها دعوة الزام بما فرضه عن نفسه الزام بما فرضه عن نفسه هو مش عايز يشوف ابنه هو حر هو حر هيطلع مقب عليه في المجتمع فاصل والتقي بحضراتكم مرة اخر بحضراتكم مرة ثانية ومعنا اتصال الست محمد من اسكندرية تفضلي يا ست محمد السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي ست بقول لحضرتك انا ابني اه اخي شقة اه انا يعني وقع وقع علي اه قانون التصالح طمام وابني واخد شقة في الزورة الاردعتاشر انا معي ابتين وولد ايه فلو قلت البتين والولد اه خد شقة بالفلوس اللي انا كنت راح اعمل بها حج طيب اه وانا قلت لكن بس ادود لعمة ان سبعت ان انت تمشي اه تغيلي عمرة او تغيلي حجة وابنك محتاج فجبت الشقة فدلوقت احنا معناس فلوس اه نعمل قانون التصالح لنا ولا ابني اعمل ايه طيب كلمني يا محمد بعد الاب بعد البرنامج واقولك تعمل ايه لك كان معاك فلوس الحج كان بيجي بصلاح طورة حجي ايه المهم اه بما يخص التصالح برضو كلمني حد اسمه الستاذ سيد وقال لي بتصالح والشرطة بتمشي معاي اخواننا قلوة التصالح ده من افضل الامور اللي تمت في مصر خلي بالكم يعني هو ما بيهوش البعض والدولة نزلت بحدود دنيا للتصالح عشان نقنن اوضعنا ونوسق عقارتنا وده شيء والله هيفيدك في المستقبل هيفيدك يعني الدولة فعلا بتتخذ حاجة اسمه من السموم النقعات دوائه انت مش هتحس باللي بتعمله الا في القدام انو والله بكلمك يا رجل قانون والله ولا اجامل حد معانا الاستاذ عامر اتفضل عليكم السلامة متفضل يا حبيب لو سمعت انا قبل قانون التصالح بتاع المبالي جاري تيالي نعم انا احكد ان يبقى قضية المحكمة بقى قضية البرون الكيام حاضر احاضر عام عامر اجاوبك حاضر برضو عام عامر وعم سيد وستة محمد بنتكلم في التصالح ايوه يا اخوانا خلاص روحت تصالحت تعالى بقى مجمل الاضايا اللي موجودة يعني دي نعمة ما تتخيلهاش احنا بندق في المحاكم عشان نجيب خبيره والخبير يروح يعاينه وقولك مش عارف ايه ونس بتتحايل وكان بكل خلاص بتاخد هذا التصالح وعلى كم الاضايا اللي موجودة مرفوعة على ذات المبنى عليك بهذا التصالح طلع منه الصور الرسمية وبتروح بنص قانون بتنقضي الدعوة الجنائية بتنقضي بالتصالح وبتنتهي وبتبدأ حياتك حياة جديدة معانا التصالح سيدة رانيا تفضلي تفضلي فن ايوه ايوه رانيا تفضلي ايوه تفضلي يا ابن سامك يا بنت بدا مانيا مع حاجتك تفضلي انا كنت عاملة عادة تفاية ما بيننا ببعوية جنية انا مفسرة بس عاملة عادة تفاية للتفاية والقاطي طلب شهود شهدين بس انا موديش شهود عملها ثاني للمعارضة للمرافعة وحيحفظ ذيها ثاني تفضلي كده دي دارة ليه حاردة ايوه ركز بكلامة بيطول ايه معارضة على ايه يعني القضية رجلت للمرافعة تاني اه حاضرة عملها للمرافعة تاني اه طيب اجاوبك عني يا حاضر اه فعم سيد بقولك الشرطة بعد ما تصالح بتدور عليها ايوه يا عم سيد انت روح بس ايمكن انت مروحتش قدمت اتصالح في القضية بتاعتك فلنسى القضية موجودة على الجهاز ومسجلة فهيدور عليك يجيبوه برضو فتطروح تعمل حاجة اسمها معارضة في كل الاحكام او حسب درجة التقاطي الموجودة فيها وتقدم التصالحات بتنقضي الدعوة بالنسبة لك تماما استاذ علاء فارس كان بيسأل عن القتل القطأ والقتل العامد استاذ علاء الامر واضح خطأ وعمد وحاجة اسمها سبق اصراء وتراصل القتل خطأ يعني ما يقصدش لان الجريمة الجنائية في القتل بالذات لها اركان حاجة اسمها ركن مدي وفعل القتل اللي هو موت وركن معناوي اللي هو يقصد القتل فنجي عن ركن المعناوي ده اللي هو يقصد وما يقصدش القتل بنشوف لو ما يقصد القتل يبقى ده من سميه قتل خطأ ولو ايه ولو عقوبته انما القتل العامد اللي هو بقى احوال جتيرة جدا فيه القتل العامد في صورته البسيطة اللي ما بترقاش لدرجة الاعدام ياخد مثلا اشغال مشددة او ياخد اشغال اشغال مشددة يعني حسب الايه الجريمة لكن سبق اصرار وترصد ده خلاص زرف مشدد للجريمة لجريمة القتل بتطلعها للاعدام بتطلعها للاعدام اذا ما ثبت يعني ايه سبق الاصرار يعني هو قاعد بيفكر وقاعد يعد العدة وقاعد متسنية خلاص كده الترصد يستخباله وقف دورة يستخباله وقف شباك ده اسمه الترصد قاعد مترصد له فلو ثبت هذين الظرفين على جريمة القتل بقت جريمة مشددة زي اذا ما اقترنا القتل ب نعم حاضر معانا استي سبق بدي تصوير فضل الصباح تفضالي السلام عليكم عليكم سلام ازي حضرتك يا فندم اهلا بيك تفضالي بنتي دلوقتي يا فندم انا جوزي دايما تنبيل معلية يمين الطلاف ودلوقتي جات لي بداعنا تجلطة من شهر سبعة وما بيصوفش على عياله خالص وكل ما اقول له يجي علشان يشوف عياله ويصرص عليهم يقول لي ما اجيش وخد ابني مني عدو سب سنين خدوا مني طيب وقت انا رفع عليه قضية لعيالي نفع لعيالي نعم نعم بنتين والولد وفيهم بنت مش مسجلة يعني ملغاش شهارة ملاي ليه ورمع علي يبيني الطلاف ليه فترة وكل ما يكلمني يطلق طلاو عايز يتكلم ويرجع طيب طيب مني دلوقتي مش عايز ارجع له بس عايزة اشوف طيب يا صباح ما عايزة جوزي المتوفي طيب بين القتل القطأ والقتل العمد العمد ممكن لو اخترن بيه ظروف مشددة بيرقى الى ايه الى درجة الاعدام يعني العقوبة بتابعة في الاعدام في السجن المؤبد في السجن المشدد في السجن في صورته البسيطة وعلى فكرة ما يسمى بالاشغال الشقة المؤبدة ده تلغت يعني يعني تلغت في 2003 ما فيش حكس ما اشغال شقة ايه مؤبدة في عجالة يا اخواننا في كانت تأمينات اللي قال لي فيه تأمينات كان شغال 16 سنة في حاجة يا عم ناظر اسمها ضم مدد ضم مدة في شغلك السابق بيجيو حاجة اسمها السمرة 6 من شغلك ده بتدخلها مع تأسوية المعاش عشان يطلع لك ايه معاش لانت مسدد هنا ومسدد هنا نفس الكلام للاستاذ نجاح اللي هو بتاع الشرطة ده اللي بقول لك انه اتفصل بعدها شوف برضو لك تأمينات اكيد انت قضيت فترة تأمينية استاذ احمد جمعة تكلم عن التعدد الاشخاص اه يعني بسلع لك التعبير يا احمد ده اسمه الاشتراك الاشتراك في الجريمة في جناية او جنحة هذا الاشتراك له صور عديدة جدا بالاتفاق بالمساعدة بالتحريط ده صور الايه الاشتراك ومن اشترك في جريمة فعليه عقوباتها من اشترك في جريمة عليه عقوباتها حتى لو كان قعدي رأي بالطريق عجلة بيتفقوا على سرقة ده اسمه اتفاقه هو طلع التاني يسرق والتاني بنسميه ربيئة او قعدي ربيئ ندرج يعني بيشوفوا الطريق والتاني وفوق قتل صاحب البيت اللي بيسرق منه سدى بقى ان الربيئة ده اللي بيرقب الطريق يسأل برضو عن جريمة القتل لان جريمة محتلمة لا لجريمة السرق اللي فوق اللي هو بيقتل او بيسرق فده اسمه الايه اسمه الاشتراك قانون التصالح برضو تسألنا وجهوبنا فيه الست رانيا اللي قالت انها عاملة معارضة خلاص يا رانيا انت واخد اتفاق بربمت جنيه خلاص انت كان يجب تكون رفع عضية اسمه الزامه بما فرضاه على نفسه ده كلام مش هيقدر يعني يفل منه تحت اي ظرف الله ما قال لو رفع دعوة ايه ان الحياة بتغلى يعني مفيش الكلام لكله الست صباح اللي بتقول يامين الطلاق يا عمي متلقاش شكولاتة ببققك يامين طلاق ده امر بيحرم عليك عشتك حرم عليك عشتك وولادك والاختر سمعتها منه ان عندها ايه بنت ما تسجدتش ليه ما تسجدتش هلت الملاد ليه هتبقى بنت مين نعم حاضر حاضر ده اخواننا كان في عجالة وان شاء الله برضو هنفرد الحلقة القادمة لهذا الامر لانه والله ما تكلمت في اي امر كنت اعدته لحضراتكو عشان نتكلم في قانون جنائي وما ده ارتباطه بالشرع وايه الاختلاف وايه الكلام ده كله لكن انا تحت امره هدوك والله وسعيد بكمل الاتصالات اللي موجود وبنعتذر لمن لم نستطع الرد عليهم لكن الخاص موجود وارقائم موجودة تحت امرك في اي وقت بعد سلاة العشاء نتكلم وتتكلم معي واشارك وده والله لواجه الله والبلدنا الطيبة المبارك ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم بقى في الاستقاف في التفتيش ازاي واحد وقفك في شارع بفتيشك يقولك ايه الكلام ده كله لابد تكن تلم بالامور ده كلها واللي ما يقدرش وصلنا عبر المرنامج انا منتظر في مكتبي نورني او في التلفنات الموجودة ودايما الوقت الحلو بيمر سريعا كما مر والله ما احداثكم بمنتهى السرعة اشكركم واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بما سمعتم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصرنا وان يوفي قادتنا لما فيه الخير للبلاد والعباد وان يجعلنا امينين ومطمئنين في بلدنا الطيبة المبارك من ارد بيا خيرا ففوقه يا رب من ارد بيا شرا فاجعل كيدو في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين والقاكم على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة